باتنا 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 تحرى القطس بسه قيامة جون عشان نروح للجنة رجع لعميله من تاني وبعد ما قال انه شاف يوم القيامة والنبي في المنام بيقولوله اعمل لاخرتك غير رأيه وقال ان دنيته اهم بالنسباله وانه يعيش زي الستات احسن بكتير من انه يرجع راجل تاني ومش بس كده وبيقولها تولي راجل وانا حل مشاكل الوطن العربي كله ايه اللي حصل لبدر خلف وليه تراجع عن توبته النصوحة تعالوا نقولكو ايه الحكاية في الساعات اللي فاتت نشر بدر خلف فيديو قلب الدنيا من جديد وخيب توقعات كل اللي فرحه بخبر التوبة بتاعته خاصة انه وقت لما طلع وتكلم كان بيتكلم بكل جدية وقال انه شاف النبي في المنام وشاف تفاصيل يوم القيامة وانه مش مستعد يقابل ربنا من غير ما يعمل اي حاجة لاخرته وعلشان كده هو هيتوب وهيرجع راجل واعتذر للناس وللمتابعين على اللي كان بيعمله لكن مفيش يومين ورجعت ريمة لعدتها القديمة لكن المرة دي بشكل مختلف تماما يعني هو بيقول انه لسه راجل وانه عمل عمليات قصه لزق علشان يرجع زي مكان زمان لكن كل التصرفات اللي بيعملها في الفيديوهات انسوية مية في المية لسه بيطلع يرقل زي البنات وشعره الطويل مفكرش حتى يقصه او يحلقه ونفس الكلام لنوعية محتوى لكن كل ده كوم والفيديو الاخير لي كوم تاني لانه في الوقت اللي العالم كله اعلن في الحداد ولابسين اسود على اللي بيحصل في اخوتنا كان هو في ملكوت تاني طالع يرقص ويهزر ويقول انا خليفة صلاح الدين الايوبي سيبوني عليهم وانا حررهم في ساعة واحدة بس انا مش بتاع معارك انا حررهم بالمسكات لو يوافقوا ان نعمل روتين البصرة ليهم كل حاجة هترجع احسن من الاول سيبوني عليهم وانا حررهم في ساعة واحدة بس انا مش بتاع معارك انا حررهم بالمسكات لو يوافقوا ان يعمل روتين البشرة ليهم كل حاجة هترجع احسن من الاول الناس كانت مصدومة في اللي بدر بيقولوا وبيعملوا مش علشان رجع لعميله دي من تاني لانهم كده كده كانوا متوقعينها من الاول وشايفين وعارفين اللي هيحصل انه لا تاب ولا حاجة وانه واخد الموضوع تريند لانها مش المرة الاولى اللي يقول انها هتوب فيها والموضوع شكله عجبه ومكمل فيه لكنهم كانوا مصدومين من استغلاله احداث زي دي لا ينفع فيها هزار ولا ترياءة ولا حتى انها تتاخد محتوى علشان خاطر المشاهدات والتريند لكن على الرغم من كل ده برضو فيه ناس طلعت ودفعت عنه وقالت انه ممكن يكون لسه مش متعود على حياة الرجولة وانه عايش سنتين زي الستات طبيعي ياخد وقت علشان يرجع لحياته الطبيعية تاني خاصة انه فيه ناس بتقابلوا برة وبتشوفوا بيتعامل طبيعي زي الرجالة ايه رأيكو في تصرف بدر خلف وتفتكروا هل فعلا تاب ولا واخد الموضوع تريند مش اكتر شاركونا الرأي